سمعوا مع الحتة دي واحد من التابعين هشرح لكم القصة دي قبل ما أكمل لكم واحد من التابعين واحد من التابعين كان يأخذ الراتب يجيله الأجر بتاعه والراتب بتاعه يتصدق بكله قبل ما يروح البيت المهم نحن بنقول النهاردة ماشيه عشان تركزه بس معي يأخذ الراتب يتصدق بكله لله عز وجل يروح البيت دي كلم القرامات مش فاكرة اسم التابعي دي يجي يروح البيت يلاقي الراتب كله موجود في قلب البيت كله موجود في قلب البيت فواحد من قريبه قال أعمل زيه بقى فقام جاي مود الراتب تصدق بكله وروح بقى يدور تحت الكنبة مش عارفة فين في المكتب مش عارفة فين ملاقاش الراتب فراح له قاله يا ابن العم يعني أنا جت حولت أعمل زيك ما لقيتوش قال له أنت تفعل على سبيل التجربة أما أنا أفعل على سبيل الاعتقاد هو كده هو كده اعتقاد القلب إيه من شاء الله نجرب أسهم قال وقصد نبق بس قلبي مش مصدق غلط إيه وعدت عامل من ربنا على أساس التجربة يقينا ما يبقاش معتقد لعدل الله فيحزن ولما يحزن إيه اللي يحصل في قلبه بس خلق يجي الشيطان يلعب بالكورة مرت على الشيطان اتحول الحزن الغم وجزع ويأس استغفر الله من رحمة الله ونوصل للكبير البطن ديننا جميل بيعالي كل الكلام ده ليه عشان ما يكونش مردودك في الآخر الحزن والكوقع لا المفروض اللي يبقى جواك إيه قال أطعاط أسباب الحزن إيه هي أسباب الحزن هم تعلق بالدنيا والناس والمفقودات والأشخاص والمواقف وعلق عن الناس وخزلني وعملتني ولا بصوا كده بصوا حديث سيدنا جبريل لما قال للنبيع السلام إيه جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت يبقى أعمل بقى للآخرة بقى ما أنا عايش هو في الدنيا أعمل للآخرة أعمل ما بيبقى والله ما بيفضل بعد ذكر الميت ولسه لنا هو يعني حد صالح توفاه الله في غرب وأن الله سبحانه وتعالى يجعله شهيد ما في حد ما في حد يتوفاه الله إلا وتبقى سرته مات على ما عاش عليه كان إيه ده كان راجل ده كان بيتصد ده كان صاحب صلاة فجر ده كان صاحب كلمة حق ده كان صاحب ده صاحب بيوت الأيتام زي زين العابدين ابن علي لما مات لقوا أصر حمل الشويلة واللحبال على ظهر وهو اللي كان بيشيل وكان يعدي عليه النساء وقالوا إيه أنت ما بتتصدقش ده أنت وهو اللي كان كاف بيوتهم فلما مات اتعرف هو مين اتعرف مين اللي كان بيشيل لهم الدين والحاجة يحطها قدام البيت لا نريده منكم جزاء ولا شكور اللي باقي عملك عيش ما شاءت فإنك مين هتقابل ربنا فرض وعمل ما شئت فإنك مجازبة يبقى أصوبه وأخلصه لله سبحانه وتعالى وأحبب من شئت فإنك وعمل نفسنا بحد أحبب من شئت فإنك مفارقه بشر بشر ناخذون ما نعلقش قلوبنا بالبشر قال ليها برب البشر عشان ننجل واعلم نشرف المؤمن قيام الليل الله إيه لي نجيق قيام الليل ما يتسبش ما يتسبش ما يتسبش نجتنا فرستك عقلك تفكيرك فهمك ربنا ينجيك من كل قرب قيام الليل وعز المؤمن إيه استغناءه عن الناس أنا عندي رب الناس ما يشتعهم عيش ما يشت فإنك ميت هو هتعلق نفسك بدنيا والموجوداتها ولا بالأشخاص واللي موجودين كل دول علائق لا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هو ده هو ده ده الفهم أنك بتاخد بالأسباب وبتبذل ما في الوسع صحيح وبنحاول أن احنا نحسن الرزق أو أن احنا نعمر البيت وكل غدا والشغل وكل حد ولكن عند الله شكرا لكم